طيب تعالى نروح على شيء مهم جدا 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 وبيشتغل فيه هدوء يعني لا هو مش بهدوء بصراحة هو بيشتغل وبيانهم الاعلامي واضح من وقت للتاني يعني عندما تحدث هناك جلسات لمجلس امناء الحوار الوطني حصل الاجتماع الخامس النهاردة يوم الاثنين خمسة سبتمبر عشرين اتنين وعشرين مجلس الامناء استعرض وناقش السيارة الذاتية والتخصصات والتوجهات السياسية لتلتمية وخمسين مرشح طيب مجلس الامناء استقر بالاجماع خد بالك قرارات مجلس الامناء اجماع مش اغلبيات طيب مجلس الامناء بالاجماع استقر على اتناشر مقرر واثناشر مقرر مساعد يعني اربعة وعشرين اسم من اصل تلتمية وخمسين مرشح للمحاور التلاتة الاساسية كويس وطبعا لجان المحور السياسي في الحوار الوطني مجلس الامناء باذن الله يعقد جلساته القادمة يوم السبت اللي جاي علشان يبقى اختيار مرشحين اللجان الفرعية للمحورين الاقتصادي والمجتمعي وتستمر جلسات مجلس الامناء يعني طول الوقت علشان خاطر ايه نتمم كل الامور المتعلقة بلوجستيات لو صح التعبير يعني الحوار الوطني باذن الله واللي بنعتقد انه باذن الله يخرج بنتائج هتبقى كتير مهمة لهذا البلد لبلدنا طبعا تعرفين ان هو بيعقد فيه مقر الاكاديمية الوطنية للتدريب طيب بالمناسبة الاختيارات اللي اتحطت للمقررين والمقررين المساعدين الحقيقة رائعة جدا يعني على سبيل المثال مثلا دكتور علي الدين هلال مقرر للمحور السياسي ودكتور علي الدين هلال ده واحد من اهم اهم اسادزة العلوم السياسية في المنطقة العربية بالكامل بكلمك بجد يعني تيجي تقول يوسف بس يعني اللي احنا نفهمه من كلامك انه ممكن يبقى فيه اختلافات ايديولوجية جزرية اقولك دي حاجة دي حاجة واهمية الشخص وخبرته وتراكم خبراته وقدراته حاجة تانية خالص لازم دايما تبقى منصف خد بالك ايه وعتتعلم تبص بعين واحدة علموك كده او علمونا كلنا نبقى غير منصفين فيبقى عندنا عين واحدة وبصين في زاوية واحدة بس لا اطلاقا اطلاقا غلط ويبقى اهدار لخبرات واهدار لعقول واهدار لطاقات يعني تبتتكلم ما طب يعني على سبيل المثال انا مثلا احب جدا واقدر جدا واعتز جدا بانه مثلا دكتور عبد المنعم سعيد يقول لي ازاك يا صديقي يعني اده نفرح دكتور عبد المنعم سعيد يقول لي يا صديقي وعندنا اختلافات في الايديولوجيا واختلافات في بعض الامور ومن انا يعني علشان اختلف مع دكتور عبد المنعم بس هو يعني حتى في المناقشات المحببة الى نفسي لكن احبه حبه يعني واقدره جدا جدا واسعد واستفيد دايما لما اجي اسمعه زي وده نفسي يقول لك عليه على دكتور علي الدين ده مثلا يعني بس بقى صديقي صديقي العمر ورفيق المشوار احمد كامل البحيري محللنا السياسي اللي احنا مسميينه في شلة الاصدقاء عبقرينه بتاعنا عبقرينه بتاع السياسة عبقرينه التحليل الاكاديمي مقررا مساعدا للمحور السياسي الف مبروك دون كاملو زي ما بحب اقوله دايما طبعا دكتور احمد جلال مقرر واستاذ عبدالفتاح الجبالي مقرر مساعد للمحور الاقتصادي طيب دكتور خالد عبدالعزيز مقرر وهانيا الشلقامي مقرر مساعد للمحور المجتمعي انتو اخدين بالكم من الاسماء الاسماء كلها حلوة تفرح تطمن تشرف انتهى المجلس النهاردة كمان مجلس امناء الحوار الوطني الى اختيار ست مرشحين للعمل مقررين للجان المحور السياسي وتم التوافق على اختيار كلها من دكتور نيفين مسعد مقررا احمد راغب مقررا مساعدا للجنة حول انسان القطأ والحريات العامة طيب دكتور محمد صفي الدين خربوش مقررا وست النائب ايهاب الطماوي مقررا مساعد للجنة مباشرة الحق السياسية والتمثيل النيابي والاحزاب السياسية طبعا ده بالاضافة الى انه ايضا سيد سمير عبدالوهاب مقررا وسيد علاء اعصام مقررا مساعدا للجنة المحليات في ختام جلسة اليوم علاء برضو اصدقاءنا ايه ده احنا اصدقاءنا كلهم موجودين جوا يعني اصدقاءنا اللي من جيلنا او اللي اصغر مننا شوية في السن واصدقاءنا الكبار اللي تعلمنا على قد وحاجة تفرح بصراحة النهاردة كمان قرر المجلس عقد الجلسة اللي جاية هتبقى بإذن الله يوم السبت عشرة سبتمبر زي ما كنت بقولوكم من شوية لتحديد اسماء بقى مقررين ومقررين مساعدين للجان النوعية والفرعية في المحور الاقتصادي والمحور المجتمعي احنا معنا على التليفون احنا معنا مين يا التليفون يا جماعة معقولة سيد النائب تيسير مطر يا بغتي يا بغتي سيد النائب تيسير مطر عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب إرادة جيل وامين عام تحالف الأحزاب المصرية اهلا 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 بحضرتك يا فن اهلا 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 بك يا صديقي العزيز ازاي الصحة يا سلام ده نتشرف واحنا نطول معالي النائب واحنا نطول لا يا فندم ربنا يخليك يا فندم الله يحفظ حضرتك سيد النائب سيدتك شايف ازاي الاختيارات اللي حصلت النهاردة في اجتماعات مجلس أمناء الحوار الوطني ويمكن في سؤال دايما الناس تسأله تقول يعني هنبدأ امتى عايزين نشوف الحوار الوطني عايزين نشوف جلساته وعايزين نشوف المناقشات وما الى ذلك في رأيك الاول على الاختيارات بتاعت النهاردة وفي تصورك متى قد يبدأ الحوار الوطني في الحقيقة يا يوسف بيان عايز اقول برافو خطوة جميلة جدا تتواكب مع قوة وثقل الحدث نفسه لما نيجي نقول النهاردة ان معانا الدكتور علي الدين في القيمة وقامة مفيش حد يختلف عليه ابدا وليه كمان كارزمة ومحبة في قلوب الكل ورجل كلنا بنشهد ليه بخبرات السياسية وثقله دكتور احمد كامل البحيري انا مش عايز عيد الاسماء اللي سياتك قلتها لكن انا عايز اقول ان ان لما يبقى الناس يجيبوا الشكل ده ده بيدل على اننا رايحين على مشوار حقيقي يتناسب مع الحدث نفسه شخصيات لها ثقالها السياسي لها فكرها لها بعد نظرها وشخصيات وطنية اختيار موفق الحقيقة ولما نيجي نقول تمام ان احنا فيه تعرض 350 اسم يتم اختيار منهم عدد في كل الموضوع من شيعاتي حوالي 70 او 72 اسم تقريبا على كل المحاور اللي جان فده اختيار ضقيق جدا ومجهود تجير اوي على مجلس الامن عشان يطلع من 350 اسم 70 او 80 اسم في النهاية هم اللي هيبقوا مسؤولين عن إدارة الحوار العقل شيء عظيم اوي اضغطوا على الطريق خطوة دي بزاية الاختئارات فيها بتطمن الاحزاب والطم المواطن المصري والطم من كل القوى السياسية ان المجموعة اللي هتجير هذا الحدث اللي هو الحوار الوطني اللي هطلقه السيط الريس هيبقى نتائجه مصمرة ويمكن انا عايز اقول حاجة يا جالي احنا شوفنا بوادر الحوار الوطني الكارث يظهر وقت ماشيات الريس اثنت او اضاف 300 جنيه على كل بطاقة ده خطوة على الطريق من قبل ما الحوار يبقى ده ده دليل على ان الحوار هيبقى ليه اه او هيسمر اه سمار جميلة جدا لطالح المواطن المصري والصالح وطالنا العزيز اختيار موفق خطوة متميزة اعتقد محدش ابدا هيختلف على الاسماء اللي تم اختيارها بل في العجل احنا مسامدين بيها ومساعدين بيها عشان في النهاية نقدر نوصل للهزف اللي احنا كلنا بيحنا الناس طب ده عظيم جدا طب هنا سات النائب يعني عايزين بردو نحاول يعني نعرف الكل طواق الكل منتظر جلسات الحوار الوطني ومناقشاته اللي اكيد هتبقى حامية الوطيس في النهاية لمصلحة البلد تمام يبقى امتى تظن؟ هل في بوادر هل في بشاير؟ اه 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 انا عايز قولي ساتك اذا استعجلنا فهيبقى فيه اخطاء كتير وفيه يعني لا بالعكس احنا الخطوات اللي ماشي بيها مجلس اه ادارة الحوار خطوات متأمنية وفي هدوء ورزينة واختيارات موفقة الحياة انا عايز قولي ساتك على حاجة تانية كبالي رسالة للكل اللي اسمه مش هيجي يتم اختياره ما يتعالش ده مش معناه ان انت وحش او ان انت مش مرغوب بيه او مش عايزين الاحاديث يطلع على جنب ملهاش لازم بالعكس لانه مش ممكن الثلاثمائة وخمسين او ما يزيد عن الثلاثمائة وخمسين كلهم هيديروا لا احنا عايزين نقول في النهاية ان احنا كلنا مشاركين كلنا مشاركين ومحدش يقول انا ده جيب بشكل ما او ده جيب بالعكس اللي بيجي احنا كلنا يبقى متعاونين معاه واللي مجاش في الادارة ده مش معناه ان انت مش مرغوب بيه مش بس كده ساد النائب يعني انا متذكر اظن انه فيه اكتر من مئة الف ورق تعمل وتصور تم تقدمهم للاكاديمية الوطنية على خلفات الحوار الوطني يعني هالحد يظن انه المقررين والمقررين المساعدين ومجلس الامنة وما الى ذلك هيتخد المئة الف كلهم يعني عشان محدش يزعل ومين اللي هيقعد يتحور رمى المئة الف كلهم هيبقى ليهم مهام بالضبط كلام سيابتك في محله وده دليل على ان الديمقراطية مفتوحة لبكله والحوار مفتوح لبكله وقرية الرأي مفتوحة لبكله وبزي ما سيابتك قلت فعلا ان مش ممكن المئة الف كلهم او المئة او ما يزيد عن المئة الف كله هيشارك في ادارة الحوار لكن احنا في النهاية بنقول ان كله قدم ووجد نظره وربنا يعين بقى ويقوي المساعدين عند ادارة هذا الحوار علشان يطلعوا قرار متميز في النهاية يعرض على السيد الرئيس هتوقع ان في خلال يعني هتوقع في خلال شهر او شهر ونص يبدأ الحوار ودي مدة مش طويلة يعني لو شهر ونص او شهرين كمان مدة مش طويلة علشان خاطر يقدروا يحطوا الاسس والقواعد اللي يشتغلوا فيها ويقدروا يلموا المواضيع اللي ما تروحة زي ما ساعتك تفضلت قلت مئة الف اقتراح ده موضوع كبير جد لكن في النهاية ان ادارة الحوار لصالح مصر تستحق المزيد من الجهد والعطاء لان الدعوة كريمة والناس اللي بتقوم عليها ناس مصريين القصرة في النهاية بتبقى لصالح مصر وصالح ابناء مصر وصالح المستقبل لنا جميعا انا بشكورك جدا 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 سات النائب واتمنى نتقابل قريب باذن الله مش لازم نمتظر لحد انتهاء الاجازة الفارلمانية انا دايما بتشرف الحقيقة ان احنا نتقابل ونقف ونتكلم ساوي شكورك جدا سات النائب تيسير مطر عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب ارادة جيل وامين عام تحالف الاحزاب المصرية المصرية